أهلا بكم في فقرة كورونا وحياتنا لطالما عرفت وسائل المراقبة الإلكترونية كوسيلة أساسية لحفظ الأمن والحيلولة دون مخالفة القانون غير أن هذا النوع من التكنولوجيا قدم خدمات من نوع آخر للمجتمعات في خضم أزمة فيروس كورونا في النهار كما في الليل في زمن السلم كما في زمن الحرب هي العين الساهرة هي كاميرات المراقبة تعددت استعمالتها منذ عقود وتطورت واقتحمت عالم الفضاء إلى أن حل فيروس كورونا ضيفا ثقيلا علينا واستعين بها بشدة مجددا لخدمة البشرية بقيت هذه الكاميرات في أماكنها في الشوارع والساحات لكن حوادث السير ومكافحة الجريمة وتتبع حركة الناس لم تعد شغلها الشاغل فأهمية صحة الإنسان تتقدم على كل شيء حالية غرفة التحكم المروري المزدحمة بهؤلاء العناصر من الشرطة الهندية وشاشات العرض تبدلت وظيفتها مؤقتة هي تراقب بوساطة الكاميرات المزروعة في العاصمة يدله أحوال السكان لغرض لا علاقة له بحركة المرور والأمن العام إنما بمدى تطبيق شروط الحجر المنزلي والوقاية من الوباء منذ عقود أمست وسائل المراقبة الإلكترونية رفيقة لطلاب المدارس هي لا تفارقهم لا بل وازدادت التساقا بهؤلاء التلامذة الصينيين لرصد حرارة أجسادهم خوفا من أن يسكنها الفيروس وهي على مقاعد الدراسة مفاهيم مختلفة تبدلت عالميا بسرعة والنظرة إلى كثير من الأشياء التقنية تغيرت خلال بضعة أشهر وشملت على مواسائل المراقبة وكل ذلك في سبيل محاولة القضاء على فيروس كورونا ينضم إلينا من بيروت الخبير الأمني ناجي ملاعب أهلا بك سيد ملاعب إذن فيروس كورونا أعاد الحديث عن مسألة المراقبة الإلكترونية هل يمكننا القول أن العالم أو الدول المتقدمة على الأقل استطاعت أن تستفيد من هذه التقنية في الجانب الإيجابي وهي تتبع أعداد المصابين بفيروس كورونا وحماية الأرواح المراقبة أفادت جدا في وقف انتشار هذا المرض رأينا أن الصين كانت تعتمد أنظمة مراقبة قوية ما قبل الكورونا واستفادت وحصرت هذا الموضوع في مدينة واحدة وتمكنت حتى قبل أن تعلن انتهاء هذا الوباء وخطره تمكنت من حصر أي شخص في الشارع يجول في الشارع إذا كان يملك مصابا بهذا الوباء أم لا طبعا الهند على درب التكنولوجيا هو بلد متقدم جدا كذلك ولكن الازدحام القوي قد يعيق هذه التقنيات هل تعتقد بأن الدول ستستمر في الاستفادة الإيجابية من تقنية المراقبة الإلكترونية أم أنها ستوظفها لأغراض أخرى؟ أحب أن ألفت النظر كما فعلته أستراليا أستراليا طبقت تطبيق على الهاتف المحمول هو أبليكيشن يدل من يشترك في هذه الأبليكيشن يدل على من يقترب منك وهو مصاب بالكورونا وهذا التطبيق هو تطبيق اعتمرته الحكومة أصبح لأقل من ثلث الشعب الأسترالي يستخدمه وكل من يستخدم يستطيع الاستفادة منه يعني إذا كنت في مول تجاري أنا وبجانبي هناك شخص مصاب بالوباء فورا يعطي التليفون إشارة أن أبتعد عنه لأن هناك شخص مصاب وأستطيع أن أفيد الشرطة أو أقرب مركز أن هناك شخص مصاب قربي قد يكون لم يعرف نفسه أنه مصاب ولكن الدليل الإصابة ممكن قضاء عليها بشكل سريع وبهذا استطاعت استراليا حصر هذا الموضوع بشكل تلقوي شكرا جزيلا لك من بيروت كنت معنا الخبير الأمني ناجي ملاعب ختم الفقرة إلى اللقاء